أكد أصحاب سيارات التكسي الأصفر وسرفيس عدم تطبيق قرار هيئة تنظيم النقل السماح لهم بتقديم خدمة التوصيل أثناء الحظر الجزئي وقالوا لرؤية إن القرار الذي أصدرته هيئة تنظيم النقل البري غير واضح لغياب الألية التي سيعمل من خلالها أثناء ساعات الحظر وطلبوا بزيادة ساعات العمل لغاية الساعة السابعة مساء والساعة الاستيعابية إضافة إلى أعفاء العاملين في القطاع من رسوم الترخيص للتخفيف من الأضرار التي يعانون منها نتيجة جائحة كورونا إحنا رحنا على الهيئة وطلبنا منهم أنه إحنا نشتغل في الطلبات والتوصيلات من المطاعم وكان فيه رد من عندهم أنه إحنا حاضرين نتعاون معكم لكن لحد الآن واللحظة هاي لا يوجد أي دليل على هذا العمل إلنا نهائيا وفيه سيارات هي ميخذ تعهدات مع شركات تشتغل في المطاعم مع الدليفاري فإحنا سيارات عمومة إحنا حق منهم أنه نشتغل لأنه شغل نضعيف جدا لحد الآن ما فيش أي إشي صادر رسمي كله حكي بحكي الهيئة مش متجاوبة معنا وإحنا أكثر قطاع متضررين بهذه الشغلة إحنا الألية مش واضحة بالمرة على أنه نطلع إحنا دليفاري إحنا في شركات ثاني المطاعم متعاقدة معها وسيارات خصوصي بتشتغل يعني المطاعم كلها شبه 90% متعاقدة المطاعم كلها مع الشركات هاي ومع السيارات الخصوصي إحنا كتاكسي أصفر وكسرفيس إحنا أكثر قطاع يعني متضرر موسيقى